بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى خاتم النبيين نصل اليوم إلى درس البدل في إطار برنامج اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم الإعدادي في إطار الدروس اللغوية لهذه السنة إذن درس البدل لكي نتعرف على مفهوم البدل نرى الأمثلة التالية جرد الأمثلة التالية المثال الأول جملة الأولى كان المصور أحمد يتقن فن التصوير كان المصور أحمد يتقن فن التصوير هذه الجملة الأولى الجملة الثانية يرى الفنانون معظمهم أن فن التصوير يصنع الجمال يرى الفنانون معظمهم أن فن التصوير يصنع الجمال والجملة الثالثة زرت المعرض الفنية فراقتني اللوحات منظرها زرت المعرض الفنية فراقتني اللوحات منظرها إذن من خلال هذه الأمثلة يعني يتبين لنا مفهوم البدل ننتقل إلى الوصف والتحليل تحديد تحديد البدل تحديد مفهوم البدل إذن إذا لاحظنا الجملة الأولى نجد أن الإسم المصور يمكن الاستغناء عن ذكره فنقول كان أحمد يتقن فن التصوير إذا قلنا كان أحمد يتقن فن التصوير إذن فهمنا المعنى يعني مثلما لو قلنا كان المصور أحمد يتقن فن التصوير إذن فلا يتغير المعنى المعنى لا يتغير سواء قلنا كان أحمد يتقن فن التصوير أو قلنا كان المصور أحمد يتقن فن التصوير ومنه فليس المصور هو المقصود الحكم عليه بوصفه مصورا بل المقصود الحكم على أحمد كشخص فيكون أحمد بدلا والمصور مبدولا منه والبدل يتبع هذا الأخير في حكمه الإعرابي وهو الرفع إذن البدل تابع مقصود بحكم المنسوب إلى المبدل منه ويأتي من حيث الحكم الإعرابي تابعا للمبدل منه في الرفع والنصب والجر إذن أنواع البدل إذن نعتمد على الأمثلة التي جردناها في بداية الدرس إذن في المثال الأول المبدل منه هو المصور البدل هو أحمد نوعه بدل مطابقة الكل من الكل إذن أحمد والمصور يعني كل أحمد وكل مصور يعني أحمد والمصور يعني مصور وأحمد إذن بدل مطابقة هنا بدل مطابقة الكل من الكل يعني حكم الإعرابي تابع للمبدل منه في الرفع تابع للمبدل منه في الرفع المصور مرفوع إذن أحمد يكون مرفوعا لأنه تابع له الجملة الثانية كما رأينا الجملة الثانية يرى الفنانون معظمهم أن فن التصوير يصنع الجمال إذن المبدل منه هنا الفنانون البدل معظمهم فنانون معظمهم النوعه بدل البعض من الكل إذن معظمهم يعني بدل البعض من الكل الكل هم الفنانون وبعض الفنانون يعني معظمهم يعني أغلبهم أغلبيتهم إذن بدل البعض من الكل نوعه بدل البعض من الكل حكمه الإعرابي تابع للمبدل منه في الرفع الفنانون هنا مرفوع إذن معظمهم أيضا تكون مرفوعة الجملة الثالثة زرت المعرض الفنية فراقتني اللواحات منظرها إذن هنا المبدل منه ما هو هو اللواحاته البدل البدل منظرها منظرها إذن هنا نوع هذا البدل بدل اجتمال بدل اجتمال حكمه الإعرابي تابع للمبدل منه في الرفع إذن اللواحات مرفوعة إذن أيضا البدل يكون مرفوعا منظرها تكون مرفوعا أيضا في المثال الأول البدل أحمد والمبدل منه المصور يدلاني على شخص واحد إذن فالبدل هنا مطابق أو بدل الكل من الكل في المثال الثاني البدل معظمهم جزء من المبدل منه الفنانون إذن فالبدل هنا ليس مطابقا للمبدل منه بل هو بدل البعض من الكل وهو أيضا يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه في المثال الثالث البدل منظر لا يطابق المبدل منه اللوحات وليس جزءا منه بل يدل على معنى فيه تشتمل عليه اللوحات فالبدل هنا بدل اجتمال وهو أيضا يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه إذن كملخص لكل ما رأيناه إذن ما هو البدل؟ البدل تابع مقصود بالحكم يمهد له بذكر المتبوع قبله ويسمى البدل منه يعني ويسمى البدل منه إذن أنواع البدل هناك ثلاثة أنواع للبدل أو أربعة أولا بدل مطابقة مطابقة الكل للكل مثل ضيفك اليوم جارك خالد إذن ضيفك وجارك خالد إذن هنا يعني بدل مطابقة ثم بدل بعض من الكل مثل قرأت الصحيفة أكثرها والكتاب ربعه إذن هنا بدل كل من الجزء بدل من الكل يعني بدل الكل من الجزء وكذلك هناك ثالثا بدل الاجتماع وهو أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل منه مثل أعجبني أخوك فهمه يعني أعجبك فهم أخوك يعني ما يجتمله أخوك من الفهم ولا بد في بدل بعض من كل وبدل الاجتماع أن يحتوي ضميرا يعود على المبدل منه مطابقا له في التذكير والتأنيت والإفراد والثثنية والجمح لدينا أكذلك رابعا وبدل مباين ويذكر إما على سبيل الغلط كأن تريد نداء خالد فيصبق لسانك فريد ثم تبدل منه فتقول يا فريد خالد يعني وإما بدل النسيان مثل زارني أخوك أبوك إذن هذا بدل الغلط أو بدل يعني بدل الغلط وإما أن يذكر ثم يعدل عنه لتغيير قصدي المتكلم مثل زرني صباح الأحد الأربعائي يعني هنا بدل الغلط ولا يقع هذا البدل إلا إرتجالا يعني إلا إرتجالا يعني في الحديث العادي بين الناس والأحسن الإتيان قبله بحرف الإضطراب بل يعني زرني صباح الأحد بل الأربعاء كمثال نعم نموذج من الإعراب إذن نختم هذا الدرس بنموذج إعرابي مرتبط بمفهوم البدل إذن لدينا الإعراب الأول سطع القمر نوره إذن سطع فعل ماض مبني على الفتح القمر فعل مرفوع بالضم الظاهرة نوره بدل اجتمال من القمر مرفوع بالضم الظاهرة وهو مضاف والهاء ضمير مضاف إليه مبني على الضم في محل جر ثانيا كان أبو الطيب المتنبي شاعرا حكيما إذن كان فعل ماض ناق اسم ابني على الفتح أبو الطيب أبو اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والطيب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المتنبي بدل مطابق مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل شاعرا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره حكيما نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذا الجملة الثانية الجملة الثالثة الإعراب الثالث سرني الخادم أمانته سرني إذن سر فعلماد مبني على الفتح والنون للوقاية وليا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به الخادم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره آمانته بدل إجتمال من الخادم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف و proclaim ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الجملة الرابعة بنيت الضار أساسها بنيت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل الضار مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح الضاهرة على آخره أساسها أساس بدل بعض من كل منصوب علامة نصبه الفتح الضاهرة على آخره وهو مضعف والهاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر إذن هذه نماذج للإعراب مرتبطة بالبدل إذن كان هذا درس البدل أتمنى أن يكون هذا العرض مفيدا بالنسبة لكم أشكركم على حسن تتبعكم ونلتقي مع درس جديد شكرا 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 اشتركوا في القناة